بداية ينتظر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يمنع تزويد الحكومة السورية بطائرات هليكوبتر ويدرج قادة عسكري سوريين على القائمة السوداء فيما يتعلق باتهامات بتنفيذ هجومات بالغاز السامة رغم تعهد روسيا باستخدام حق الفيتو على مشروع القرار حمل الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهته البوليزاريو إبراهيم غالية دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عما قد ينجز عن ممارستها الاستعمارية من إنزلاق يمكن أن يعصف بوقف إطلاق النار موضحا أن إعلان المغرب سحب جنوده من منطقة الكاركارت عبر نقطة في جدار الاحتلال يعد محاولة مكشوفة للمراوغة والمغالطة سلمت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة تتضمن توصية تهدف لتسريع القضاء على التنظيم الإرهابي داعش وأشار البونتاجون إلى أن هذه الوثيقة هي إطار لمشاورة مقبلة التغلب سريعا على التنظيم الإرهابي لافتا إلى أنه ليس فقط عسكريا ولا يشمل فقط العراق وسوريا أدنى القضاء الفرنسي الرئيس السابق لحزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرف جون ماغي لوبان بغرمت قيمتها خمسة ألاف يورو بسبب تصريحات دلابيا في 2013 واعتبرت تمييزية ضد غجر روما وقال لوبان أمام المحكمة إنه يتمسك بهذه التصريحات